وهذه فمسة أهبسها في أذنيك أنت أيتها الغالية فلتأملت في أوصاف الحور العين وما ذكر من حسنهن وجمالهن أقول فأنت أفضل من ذلك في الجنة أنت أفضل من ذلك في الجنة فضلت على الحور العين بالصلاة والقيام فكل صفة للحوراء أنت أولى بها فأعملي مع العاملين قال عطاء السلمي بمالك ابن دينار يا أبا يحيى شوقنا قال يا عطاء إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها فلم يزل عطاء كمدا حزينا من قول مالك عن يزيد الرقاش قال بلغني أن نورا سطع في الجنة لم يبقى موضع في الجنة فشهق رجلا من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى مات في مكانه ولقد روينا أن برقا صاطعا يبدو فيسأل عنه من بجناني فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلك وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة وإن خاصرته فيا لدت تلك المعانقة والمخاصرة وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحدز إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز وإن غنت فيا لدت الأبصار والأسمع وإن آنست وأمتعت فيا حفذت تلك المآنسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهر من ذلك التقبيل وإن نولت فلا ألد ولا أطيب من ذلك التنويل هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيل كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر فذلك موجود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر